أكدت صفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد أن المفقودين الأمريكيين في العاصمة العراقية مدنيون وأن عددهم غير معروفة ونقلت وسائل إعلام عراقية عن النطق الرسمي باسم صفارة الأمريكية سكوت بوز قولها إن عدد المفقودين من الأمريكيين غير محدد من جانبها أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها تشن حملة بحث وتفتيش في منطقة الدورة جنوبية بغداد حيث خطف الأمريكيون على يد مسلحين مجهولين أبناء قدومهم من مطار بغداد الدولية